بداية سيادة العميد اليوم موضوع الازدحامات والاختلاقات المرورية الروتين القاتل اليوم المواطن إذا يطلع من الصبح اليوم يقضي وقته أغلب بالازدحامات المرورية أريد تعليقك على هذا الموضوع نحن ستبع هذا صار يعني روتين يومي ومثل ما تفضلتي قلت روتين الزخم المروري اللي حاصل احنا هذا شيء اعتادين عليه يعني في ظل تجوال ثلاث ملايين مركبة في بغداد وطاقة استيعابية للطرق البغدادية اللي هي ميتين وخمسين ألف مركبة هذا يعني تفاوت أكثر من مرنا وهنا عليه يعني حتى المواطن صار في حديثنا ملل يعني من يقول الزخم المروري والازدحامات وكيفية معالجته وكيفية الطروحات اللي يتقدمها مديرية المرور العامة المرور العامة ليس فقط هي الطرف الأول والوحيد في هذا الزخم المرور المرور العامة ترى جهة تنظيمية المرور العامة جهة خدمية المرور العامة أكثر دائرة يمكن يقع عليها عاتق أو التعب الجهد الإضافي للزخم المروري يعني إذا عملت الإشارات الضوية تعرفون إيش قد يرتاح رجل المرور اليوم أن رجل المرور نخلي عليه عبء آخر وهو عبء الاستعمال أو استخدام إشارة رجل المرور اليد يعني هذا العبء في سبيل انسيابية حركة السير اللي تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة يصير في تور ما بين العاشرة إلى الثاني عشر بعد ذلك تبدأ أيضا الزخم من الثاني عشر وحتى يعني قرابة الساعة الرابعة أو الساعة الخامسة كل هذه الأمور وبالليل أيضا هم راح تبدأ الزخم المروري كل هذا يقع حاتقها على رجل المرور واتم مثل ما تلاحظون رجال المرور ابتداء من السيد مدير المرور الحام وانتهاء بأصغر رتبة يعني متواجدين في الشوارع متواجدين في الطرقات في التقاطعات المهمة في الساحات المهمة لغرض انسيابية الطريق نعم زين شنو السبب يوم عندنا بعمل الإشارات المرورية أختي العزيزة احنا أكو إشارات تعمل وأكو إشارات يعني احنا نتعامل معها كأنما احنا الإشارة الضوئية مثل يعني أنا إذا تقاطع وتعامل بالإشارة الضوئية يمكن هذا التقاطع ساعات يلا نقدر نخرج بين مسافة ومسافة مركبات اليوم أنا نتعامل كرجل المرور إشارة رجل المرور وهي من الأسبقيات العالمية الموجودة إشارة رجل المرور لأنه هو سيد الموقف وهو يتحكم في الشارع بالتقاطع بالساحة فالشوفين احنا ما نقول أكو إشارات ما تعمل لا تعمل أكو إشارات في بعض التقاطعات لكن احنا نلتجي لإشارة رجل المرور لأن احنا نتعامل بالوقت وبالثانية لأن إذا أغلب المواطنين من تطيء الإشارة تقدل الوقت الذي ست إشارة عن إشارة يعني تقاطع عن تقاطع أو شارع عن شارع في الإشارة الضوئية هذه اللحظات وهذه الثوان وهذه الدقائق كلها محسوبة مثل ما تعرفين انطلاق المركبة يأثر علينا في تأخير وقوف المركبة انشغال السائق اللي يروم ينطلق إلى حركة المركبة إلى الجه الأخرى هذا هم يأثر علينا احنا ليش نتعامل بإشارة رجل المرور لأن نسحب الزخم الحاصل في التقاطعات والساحات الرئيسية نعم